لم تكتفي ايران بنشر الارهاب والدمار منذ عقود خلت لتهلك الحرث والنسل بل مضت قدما من جديد في نشر الموت حول العالم وخاصة في شرق الاوسط الذي لم تدخر جهدا لتدميره وابادة شعوبه فكان فيروس كورونا وسيلة جديدة بيد ايران لقتل شعوب المنطقة والعالم بصمت ولكن سرعان من كشفت مخططاتها وافتضحت على رؤوس الاشهاد فقد كشف تحقيق اجرته شبكة بي بي سي الاخبارية ان شركة طيران ماهان الايرانية نشرت فيروس كورونا في الشرق الاوسط بعد تعقب بيانات رحلاتها وذكر التحقيق ان الشركة نقلت الفيروس الى العراق ولبنان وحاول بعض موظفيها كشف الحقائق فتم اسكاتهم شركة ماهان صاحبة السوابق التي تدعم العمليات الارهابية الايرانية في سوريا والعراق ولبنان تخضع للعقوبات الامريكية لارتباطها بالحرس الثوري ونقلها شخصيات بارزة واسلحة انتهكت قرارات حظر السفر التي اصدرتها عدة دول مئات المرات بين اواخر كانون الثاني واذار بسبب تسيير رحلات جوية الى العراق وسوريا ولبنان والامارات رغم تفشي وباء كورونا يقول التحقيق التحقيق ذاته كشف ان اول اصابة بكورونا في العراق كانت لشاب قادم من طهران على متن رحلة لشركة ماهان الايرانية وكذلك في لبنان كانت اول اصابة بالفيروس لمرأة قادمة من قم على متن رحلة لشركة ذاتها لتستمر الشركة بنحو 15 رحلة بعد صدور قرار منع السفر بين الدول ثم واصلت الشركة رحلاتها بين ايران والمدن الصينية الكبرى الاربع وهي بيجين وشانجهاي وغوانزهو وشينزين في ذروة تفشي الوباء الشركة نفذت اكثر من 175 رحلة جوية بعد صدور قرارات حظر السفر ونقلت مسافرين من ايران الى مختلف دول العالم وسيارة الشركة 37 رحلة الى دبي وتسعة عشر رحلة الى تركيا وخمسة عشر الى العراق وعشرين رحلة اخرى الى مختلف دول العالم بذرائع شتى فيما ظهرت اعراض الاصابة بكورونا على خمسين من افرادها لينتهي المطاف بتوقيع 1300 موظف على رسالة مفتوحة المحوا فيها الى ان الشركة ساهمت بنشر الفيروس لكن اتفاقا مسربا بيان تهديد الموظفين بمحاكمات جنائية اذا ما كشفوا حقيقة ما يجري في الشركة